اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحد عند الصفر صفر عند البيع اثنين هي واحد عند البي هي صفر بحطهم بشكل عامودي بهالشكل عندي متل ما ذكرناهن هلأ بجي بدي احط الزاوية اقسمها على اربعة لقسم الزاوية على اربعة معناته هون لازم اضرب باربعة اذا هون ضربت باربعة بيرجع الشكل عندي متل هات جربوا عوضوا حيالة واحدة من هدول جرب شيل اه الاربعة بي اضربه بدالي الاكس فبتروح الاربعة مع الاربعة بيبقى ناقص بي متل ما يكون شايفين هون ناقص بي هلأ اه كلها راح اترك الارقام هاي لانه انا ما عدلتش اه ما غيرت قيمة الساين فقط غيرت قيمة الزاوية الزاوية كانت مثلا اه مية قسمت على اربعة صارت الزاوية خمسة عشرين ولكن قيمة الساين بعيفة على حالة هلأ اه ناقص اربعة بي هون عندي كانت ناقص نص بساوية ناقص اتنين عبترو فقط باربعة هون ضربت الصفر باربعة طلع صفر بعيفة حاله البي على اتنين ضربته باربعة يعني النص ضربته باربعة طلع اتنين الواحد ضربته باربعة طلع اربعة ونفس القيمة ضلت عندي هلأ اه ازا لاحظتوا بتتابع في عندي هون سالب قدام الساين وفي عندي زائد ثلاثة بعده معناها هالقيم هاي رح اضربه اول بالشي بسالب بعدين اجمع له اربعة يعني هون عندي صفر بدربه بسالب بطلع ناقص صفر اللي هو صفر نفسه بضد له ثلاثة بصير زائد ثلاثة هالقيمة هاي نفس الشي بضربه بناقص بتصير واحد بضف له ثلاثة بتصير اربعة هالقيمة هاي هي صفر بدربه بسالب بتبقى صفر بازت لثلاثة بصير زائد ثلاثة هون كمان نفس الشي ضربت بسالب صار عندي ناقص واحد زائد ثلاثة بيطلع معي زائد اتنين هون كمان نفس الشي ضربت بسالب بعدين ضفت ثلاثة طلع معي زائد ثلاثة هلأ أنا هون بها الحركة هاي حسبت بيريوت كامل البيريوت عندي ياه متل ما اتفقنا هو ثمانة بي فبروح برسم اكس و واي متل ما اتعلمنا ببلش بالناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 بي ناقص بي وبالطرف التاني هون صفر عندي هون بي 2 بي 3 بي 4 بي ببلش بحط النقاط زائد ثلاثة عند الناقص عند الناقص 4 بي متل ما يكون شايفين هون عند الثلاثة بعدين عند الناقص 2B اللي هي هاي النقطة هاي بدي يكون 4 مشيت خط من هون 4 حطيت عند الصفر رح يكون زائد 3 بحطه زائد 3 عند الـ 2B من ها الطرف 2B موجب لأنه فبتكون زائد 2 مثل ما يكون شايفين هون وهون كمان 4B عند الـ 4B بتكون عندي زائد 3 وبوصل بيناتهم هلأ هو اللي طالبوا مني انه أنا اوجد له من الناقص B للـ B زاتا بس نزلتوا خط هيك ببين عليكم من الناقص B للـ B اذا حبيتوا تحسبوا قيمة عند الناقص B وعند الناقص B وعند الـ B بتحسبوا تعودوا ناقص B في المعادلة فبيطلع معكم جزرة 2 على 2 زائد 3 طبعا الجزرة 2 بتعرفوا انه هي تساوي تقريبا 1.4 على 2 بتصير 0.7 زائد 3 يعني 3.7 ذاتا بهالطرف السالب بتلاحظوا انه مرتفع فوق 3 معناتها حلنا مزبوط هاي اول شي تأكدنا من حلنا ثاني شي اذا طلب هاي النقطة بتعسل تحط له إليها هو ما هيطلب هيك نقطة اذا اجاب الامتحار رح يحط لك اربع رسمات مثلا تختارها لتابع انت مجرد ما ترسمه ببين عليك انه شكله من هون لهم بها الشكل هاته نجي عالتابع اللي بعده التابع اللي بعده fx تساوي كوسين 2x ناقص 1 اول شغلة بعمله بحسب له البريوت لقاله 2b على 2 c تمثلي 2 فبيطلع البريوت 2 هلا مثل ما شفتوا منحل مشان نطالع لبريوت 1 زي ما كان عندي 2b يفضل احل بهالطريقة هاي العمودية عندي كوسين 2x طبعا هون كتبتون فورا بدون ما اشتغلون وحدة وحدة لانه زاتا حلناهم بالسؤال قبل السابق اللي هو هون كوسين 2x واذا بدكن انتو بتقدروا تعوضوهم بتقدروا تعوضو للطالع واحد القيم يعني بتقدر تقول b على 2 بتعوضو بدالي بيطلع معك ناقص واحد نفس الطريقة ناقص 4 على 3 بيطلع صفر الصفر بتطلع واحد والb على 4 بتطلع صفر والb على 2 تطلع ناقص واحد هلا من ناقص منها واحد اذا حدا هون بحب يحسبون يرجع يحسبون لانه هون مثلا لناخد اخر نسبة مثلا الب على 2 اذا حطيته هون بدالي x 2 بتطير مع 2 بصفي عندي b كوس عن البي ناقص واحد هلا هون من ناقص واحد من كل القيم حطيناها نفسها بس من ناقص واحد من كل القيم كانت هون ناقص واحد بتصير ناقص اثنين كانت صفر بتصير ناقص واحد كانت واحد صارت صفر كانت صفر صارت ناقص واحد كانت ناقص واحد صارت ناقص اثنين بنفس الطريقة برسمه بحط النقاط اللي طلعت معي ناقص B على 2 بسي ناقص 2 فهي عند النقص 2 حطيت نقطة هون بعدين عند النقص B على 4 طلعت معي ناقص 1 حطيت نقطة هون بعدين عند الصفر صفر طلعت معي وعند B على 4 طلعت ناقص 1 وعند البي على اتنين طلعت ناقص اتنين وصلتن ومتل ما حكيت لكم من شوي انه لحنا لازمنا كمان لقطين اه مساعدات مشان اكمله طلبه هو طالب مني بالمسألة من ناقص بي للبي بعوض ناقص بي بتطلع معي صفر بعوضها طبعا وين بها المعادلة وليست بهاي هيلعب اشتغل عليها انا هلا بعوضها بتطلع معي صفر بعوض التلاتة بي على اربعة بتطلع معي ناقص واحد حتى ازا بتلاحظوا هاي الرسمة بتشبه هلا رسمة المسال قبله المسال قبل اللي قبله عفوا حلينا هو كان كوساين اتنين اكس فقط هلا هون ناقص واحد بتلاحظوا انه هاد المنحني كله ياتو انزاح بقيمة واحد للاسفل تفرجوا هون عندي بقيمة واحد هو بالاعلى هذا نزل للصفر وهذا نزل للصفر وهذا نزل للصفر وهذا نزل للصفر نزل عندي المنحني مين اللي اثر هالتأثير اللي اثر هالتأثير هي ناقص واحد اللي هون بالتمرين اللي كنا عم ندرسه هلا بالتمرين البعده اللي هو ال-e fx تساوي ناقص اربعة مضروبة بكوساين اكس زائد واحد اول شغلة بحسب البريوت لاله b تساوي 2b على واحد وتساوي 2b 2b برتاح ليش لانه هذا نورمل بقسم على اربعة لهاي المعادلة كلها بتطلع معي هلا x ناقص b ناقص b على اثنين صفر b على اثنين و b بعوضهم كلياتهم بالمعادلة هاي ناقص b بعوضه بدال ال-eq فبيطلع هادي عندي يا ناقص واحد ناقص واحد مضروبة بناقص اربعة بتصير زائد اربعة زائد اربعة زائد واحد بتصير عندي خمسة هلا هون نفس الشي كمان بشيله له هاد بعوضه هون بيطلع معي كوسين الناقص b على اثنين كوسين الناقص b على اثنين ولا زائد b على اثنين هو صفر صفر مضروبة بناقص اربعة بتصير صفر زائد واحد طلعت عندي واحد هو صفر كوسين السفر هو واحد مضروبة بنائس اربعة صارت نائس اربعة زائد 1 تطلع نائس ثلاثة البي على اثنين بنفس الطريقة بيطلع هذا صفر مضروب بهذا صفر زائد واحد بيبقى زائد واحد البي كمان نفس الطريقة هذا نائس واحد مضروب بهذا بصير زائد بتصير ناقص أربعة زائد واحد فبتطلع ناقص ثلاثة عفوا هنا في غلط هذا ناقص واحد مضروبة بنائص أربعة فبتصير زائد أربعة زائد واحد خمسة هذا هنا خمسة تمام بنجي بنحط النقطة نقطة الناقص بي بحطها عند الخمسة نقطة بجي عن ناقص بي على اثنين عند الواحد بحط نقطة عند الصفر هي ناقص ثلاثة متل ما يكون شايفين البي على اثنين هي واحد البي على اثنين واحد والبي هي خمسة وبوصلهم مع بعضهم بطلع معي هالشكل وهذا الشكل بمثلي بريود كامل لأنه من البي للناقص بي هي اثنين بي يعني هاد رح يتابع طريقه إذا كان هو طالب مني بس أرسم له من ناقص بي للزائد بي لو كان طالب مني طالب مني أرسمه بشكل نهائي فك أنا هدأ أكمله يا هيك 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 عبكمل طريقه بنفس سوية هاد هلأ بالتمرين F Fx تساوي ثنين ساين ثلاثة اكس ناقص واحد هاي البريود لألة متل ما اتفقنا هي من مرتبة أولى فهي ثنين بي على سي ثنين بي على ثلاثة ثنين بي على ثلاثة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها بيكون أريح شي لأنه لما نضيع هلأ بعتبره هادا ساين اكس وحده وبنفس الطريقة بطالع لأله ساين اكس لهالزاوية هاي من الناقص بي للبي بعدين ساين اكس بكتبه بشكل عامودي من ساين اكس لثلاثة ساين اكس متل ما قلتلكون هون عندي ثلاثة معاته بقسم هدول كلهم على ثلاثة بيطال عندي نفس القيم هون لأنه بسحب عدل في الزاوية أنا مع بلعب بقيمة الساين ناقص بي على ثلاثة من بلا تلاتة بدل ناقص بي وهون ناقص بي على ثلاثة ناقص بي على ثلاثة إذا من أسمع على 3 بتطلع بي على 3 وهدول قيم بقيت نفسه هلأ بدي أضرب ب2 وأنقص 1 هالقيمة هاي ده أضرب ب2 وأنقص 1 0 ب2 0 ناقص 1 بكتبه ناقص 1 ضربت ب2 هون ناقص 1 ب2 ناقص 2 وكمان بدي أنقص 1 بصير ناقص 3 كمان هون نفس الشيء ضربت ب2 بضل 0 ده ناقص 1 فبتجي الناقص 1 لهون هون كمان 1 بضربة ب2 بصير 2 بنقص منها 1 ترجع متل ما كانت هون صفر بضربة ما بتنضرب بنقص منها 1 تطلع ناقص 1 هلأ طلع عندي هالزوايا هاي برسم محورين x و y الزاوية الاولى b على 2 ناقص b على 2 بجي عناقص b على 2 هي ناقص 1 بحط نقطة هون برجع الناقص b على 6 بتطلع معي ناقص 3 بحط نقطة هون الصفر بيطلع معي ناقص 3 عفوا ناقص 1 بحط نقطة هون ال b على 6 بتطلع معي زائد 1 حطيت نقطة هون The b على 3 بحط ناقص 1 وصلتهم ببعضهم طلع معي واحد بريود هلا هو مطلب مني بس واحد بريود طلب مني مثل ما أنا من البي للبي فأنا باخد نقطة مساعدة وبعوضهم أخدت نقطة مساعدة بي عوضتها في المعادلة طلعت معي النقطة الثانية لألا هي ناقص واحد طلعت قيمة هالمعادلة يعني ناقص واحد نفس الشي بعوض الناقص بي بطلع ناقص واحد البي على اثنين بعوضه بطلع ناقص ثلاثة الناقص بي على اثنين بعوضه بتطلع واحد كمان بعوض هالقيم هاي بتابع أصلا أنا لو ما عوض نهائيا تابعت ع نفس الوطيرة لأنه أنا طلعت بريود واحد إذا تابعت ع نفس الوطيرة يعني شلت هاد الأحمر هيك نقلته للطرف هداك وكأنه شلته هيك نقلته لهون بطلع معي هاد الشكل شلته هيك نقلته لهون بطلع معي هاد الشكل فأنا ماني محتاج أعوض ولكن تعويض يعني إنه بطلع المنحني بشكل دقيق أكتر هلأ التمرين جي والأخير أربعة ساين إكس زائد واحد أول شي بحسب البريود اللي قاله بطلع تنين بي بتطمن تنين بي ما في داعي لأعمل أي عملية غير أني تأطال على القيام وأعوض بعوض نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عندي بي على 2 او هي الناقص البي على 2 هي يعني الزاوية 270 يعني هي قيمته ناقص 1 مضروبه ب 4 بتصير ناقص 4 زائد 1 تطلع ناقص 3. عند الصفر كمان قيمته هذا الصفر بيطلع 1 وعند البي قيمته صفر كمان بيطلع 1 اما عند البي على 2 فبنفس الطريقة بي على 2 ساينة 1 مضروبه بأربعة. ما نزد لواحد بتصيد خمسة. بنفس الطريقة بحط هون إكس وواي عند النائس بي بحط واحد نقطة وعند البي على اثنين بحطها هي نائس ثلاثة وعند الصفر هي واحد وعند البي على اثنين هي قيمتها خمسة وعند البي قيمتها واحد بوصل بيناتهم بيطلع عندي هالشكل هاد هذا طبعا بيعبرلي عن واحد بريوت متل ما يكون شايفين هو اثنين بي وزاتا متل ما انه من البي للنائس بي هو واحد بريوت شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله والى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا